تعد الجبيل حاضنة الصناعة في المملكة ومنها يخرج عشر ما ينتجه العالم من البيترو كيمويات زميل خالد الجناحي أعد لنا التقرير التالي ما الذي يجري في الجبيل الصناعية؟ ببساطة الجبيل واحدة من المدن التي تشهد على نهضة الإنسان السعودي والسعوديون يشكلون أغلبية في هذه المصانع الإملاقة والله أعتقد بالنسبة لصناعة النفط صناعة قديمة في السعودية يعني تعود للثلاثينات فأتوقع أنه تقريبا الآن عندنا ثمانين سنة من الخبرة فما تستغرب وجود طاقات ما شاء الله بشرية من النساء والرجال يعني الإنسان السعودي يعني هو الأنصر الأساسي في كل عمل صناعي موجود هنا ويمكن يكون من أحد الشروط حتى في الشركات الخارجية مع شركات عالمية مثل ما حصل عندنا في ساترب طبعا ساترب هذه إنتاج شركتين رائدات في العالم اللي هي شركة رامكو السعودية شركتنا الوطنية وشركة توتال الفرنسية الجبيل اليوم تتخطى ما حققته خلال العقود الثلاثة الماضية بتوسع كبير يجعلها تتجاوز مرحلة الإنتاج البتروكيماوي للمواد الأساسية لتبلغ مرحلة الصناعات التحويلية وهذا ما يدشنه خادم الحرمين الشريفين سيتغير مشهد الصناعة ببدء هذه المرحلة فالصناعات التحويلية تعني نشوء مصانع من نوع مختلف تستخدم المواد الأساسية التي تنتجها مصانع الجبيل وتستخرج منها صناعات متنوعة نهائية هذا يعني أن الجبيل ستنتج صناعات حديثة مثل إطارات السيارات وسوائلها ومواد النظافة والأصباغ وصناعات متقدمة في الأثاث والأجهزة الكهربائية وغيرها الكثير من الصناعات التي ستخرج من المصانع مباشرة إلى الأسواق الصناعة التحويلية هي استخدام لقيم من الصناعات الأساسية في صناعة منتج نهائي أو انترميديا في الوسط من المنتجات التي تستخدم في المملكة أو خارج المملكة هذه ببساطة جميع هذه المصانع التحويلية هي تحتاج لقيم قريب منها من سابق أو من التصنيع أو من الصحراء بحيث يوفر عليها القرب وحنا عندنا فيه تكامل ما بين الشركات عبر اللي نسميه البايبراني يحتاج هذا اللقيم لصناعة منتج نهائي مشروع صدارة كمثال هو أحد مؤشرات النهضة الصناعية في السعودية ومشروع صدارة الذي يدشنه خادم الحرمين الشريفين هو عبارة عن إنشاء 26 مصنعا دفعة واحدة وهذا ما لم يحدث مسبقا في المعمورة 26 مصنعا بتروكيماويا هي قفزة جبارة في مجال الصناعة البتروكيماوية المجهد الصناعي اليوم كبير للغاية ويشمل سلسلة من المشاريع العملاقة مثل مشروع ساتورب الذي يمثل أحد أكبر مصافي البترول في العالم أحاول أن أوضح للمشاهد الكريم نسبة الشباب السعودي في مصانع البتروكيماويات بشكل عام في منطقة الجبال الصناعية هؤلاء الشباب يشكلون أغلبية ممن يقوم على تشغيل هذه المصانع التي تنتج عشر ما ينتجه العالم في صناعة البتروكيماويات خالد الجناحي الإخبارية الجبال الصناعية